السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته مرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نسمات الروح على قناتكم قناة الحياة هذه حلقة الجمعة التي لابد فيها أن نكثر من الصلاة على حبيبنا وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأكثر من الصلاة على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الحياة أنا عاوز أكلمكم في موضوع مهم أوي موضوع هذا يعني أنا قرأت وتأثرت به وأنا الحياة يعني لما أقرأ حاجة وبتعجبني ببقى نفسي الأيام تجري علشان يجل الحلقة الخميسة أو الجمعة علشان أقولها لكم وقول لكم إيه الجوهرة اللي أنا قرأتها اللي أنا قرأته الحياة وعجبني جدا هو موضوع استقامة العبد استقامة العبد كيف تكون ليست استقامة العبد بكثرة صلاته ولا بكثرة صيامه ولا بكثرة قراءته من القرآن إنما تكون استقامة العبد أو معرفة صلاحه عندما ينفرد بربه بينه وبين الله عز وجل سهل جدا أنك تصلب وأنك تصوم وأنك تقرأ القرآن وأنك تشارك الناس في العبادة والطاعة إنما الحقيقة لما تقعد لوحدك وتقفل على نفسك الباب وتحدث بينك وبين الله خلوة عندما تنفرد بنفسك هنا تظهر الطقوة أو يظهر الصلاح أخبارك إيه أخبارك إيه عندما تنفرد بنفسك ولا أحد يراقبك إلا الله سبحانه وتعالى عندما يغلق الباب على المرء عندما تغلق الأبواب على المرء هنا يحدث الصلاح الحقيقي إنما الصلاح المزيف هو اللي بيجعل إنسان في الخلوة مارد وشيطان ولئيم وأمام الناس الحقيقة يكون صالح وتقي فلما الإنسان ينفرد بنفسه ويكون فيه صلاح وتقوى وإنابة إلى الله عز وجل وإخلاص لله هنا يكون هذا الإنسان نقدر نقول عليه هذا إنسان صالح صالح يبقى فيه معايير للصلاح إيه معايير الصلاح هي الاستقامة عند الخلوة الاستقامة عند الانفراد بالنفس الاستقامة والصلاح عندما تغلق الأبواب وتزدل السطر أو تزدل السطور وينفرد الإنسان بنفسه في هذه الحالة بيباني الإنسان الصالح من غيره فين بقى الدليل من القرآن أو العلماء جابوا كلام دامنين من قوله تعالى في سورة الملك بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسر قولكم أو اجهر به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فلما تقرأ إن الذين يخشون ربهم بالغيب هو ده الانتحان إن الذين يخشون ربهم بالغيب هو ده الاختبار إن الذين يخشون ربهم بالغيب لما يكون بينك تنفرد بنفسك ويكون بينك وبين نفسك وأفلت على نفسك الباب ومحدش شايفك ومحدش معاك وعندك حالة من حالات الصلاح دي بتبقى نعمة كبيرة جدا لو حصل منك هذا الكلام يبقى أنت مدعو إلى مقدوبة الله سبحانه وتعالى يعني لو أنت حضرتك أغلقت على نفسك الباب وعملت هذا الكلام إنك أنت تقربت إلى الله أو سبحت الله أو قرأت القرآن بتكون النتيجة إنك أنت بتقرب من الله ما لا يقرب فيه غيرك يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى يختارك يكتبيك يلهمك يزلل لك الطاعة يحبب إليك الطاعة ومار عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في حاجتين اتنين الحاجة الأولية إنك تقوم المعصية الهدية التانية بتكون بقى من الله إنه بيحبب إليك الطاعة يعني أنت لو قدرت تتقوم المعصية ده رقم واحد هتوصل لرقم اتنين اللي هي هدية من الله إن ربنا يحبب إليك الطاعة ده معنى أنه ربنا سبحانه وتعالى يقول اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فيني كلام ده في القرآن في قول الله تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم انت لاحظت كده تحبب إليكم الإيمان وزيانه في قلوبكم وكره إليكم الكفرة والفسوقة والعصيان وكره إليكم الكفرة والفسوقة والعصيان حبب إليكم الإيمان وزيانه زيانه يعني زخرفه شيكه جمله حسنه ولكن الله حبب إليكم الإيمان هناك فارق بين أنك تعمل الطاعة ومن أنك تحب الطاعة هناك فارغ انك انت تبقى عارف ان الطاعة دي باب من ابواب الجنة وبين انك بتعملها لانك بتحب ده يعني واحد بيطعم المساكين وبيطعم الغلابة علشان يدخل بهم الجنة خير خير وبركة انما فيه درجة اعلى منها تحب وتعرفوها ان واحد بيعمل ده لانه بيحب يعمل ده لانه بيحب ده بيحب يطعم المساكين يعني يحب ولكن الله حبب اليكم الايمان وزيانه في قلوبكم وكره اليكم الكفرة والفصوق والعصيان عشان كده محدش فيكم يقول ايه انا انا بطيع علشان انا يعني يعني عشان انا اه مكتهد في العبادة لا انت بطيع علشان هو حببك في العبادة بيوحد بيقول للحسن البصري الناس بتقوم الليل وانا مش عارف اقوم الليل يا امام الحقني ليه ليه يا امام اسمع ان ده قام الليل وده قام الليل وانا كل ما اجي عشان احاول اقوم الليل يروح عليها نومة يكمس عليها نوم ما بقومش الليل مش عارف اعمل ده لماذا يا امام رد الامام رد رد عجيب جدا 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 عارفين رد عليه قال له ايه قال له ذاك حفل لم يدعك اليه صاحبه لا حول ولا قاتل بله ذاك حفل لم يدعك اليه صاحبه يعني دي حفلة صاحب الحفلة مع زمكش اسمها حفلة المغفرة حفل المغفرة في حفل بيقام لأولياء الله الصالحين في حفل بيقام للخلص من عبادي في حفل بيقام للناس المقربين من الله عز وجل بيعذبهم فيه على الحفل ده وتلاقي اصحاب الحفلة دي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا هو بيقوم لوحده مش قادر ينام لانه عنده حفلة ومعزوم فيها وحفلة فيها كبارات القوم فيها اعلى ناس في المستوى البشري والدين فقال له ذاك حفل لم يدعك اليه صاحبه لو انت لقيت نفسك ما انتش قادر تقوم الليل يبقى المشكلة ان انت ما تعزمتش شوف ليه ما عزمكش شوف ليه ما دعكش شوف ليه طردك من الحفلة او خرجك برا الحفلة قس على ذلك شوف انت ما بتصليش الفجر ليه مصيبة انا عاوز اقول لكل واحد ما بيصليش الفجر هو في مصيبة حيعرفها كويس جدا لما يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى حيعرف ساعتها انه في كرسة ما بعدها كرسة عموما انا عاوز اقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركنوا اليهم شيئا قليلا بيكلم سيدنا النبي بيقوله ولولا ان ثبتناك تخيل النبي وربنا بيقوله ثبتناك يبقى انا وانت محتاجين ايه محتاجين تثبيت من الله الشيخ ابن باز الله يرحمه ويحسن واحد بيسأله بيقوله انا يعني مش قادر استمر على الطاعة الزمن زمن فتن ومش قادر استمر على الطاعة انتوا شايفين احنا في زمن فتن اللي قالعت الحجاب واللي ساب الصلاة واللي ارتد واللي قال حد الكلام ده احنا شايفينه احنا مش بينا الدعي ده حصل كلام ده حصل كلام ده حصل فبيقول الامام ابن باز بيقول رأيه في المسألة دي بيقوله الذي لم يستمر على طاعة الله او لم يثبت على الطاعة امره لا يخلو من حالة من حالتين حاجة من الاتنين هما السبب في عدم الاستمرار على الطاعة اما انه لم يسأل الله التثبيت دي حالة ما سألش ربنا انه ربنا يثبته اعتمد على نفسه بس قالك انا اقدر اصل اللي هو قدر استمر وإما أمر تاني وإما أنه لم يشكر الله على الطاعة صحيح إحنا لازم لو لقيتك بالطيع ربنا لو لقيت نفسك بتقوم الليل لو لقيت نفسك بتصلي الفجر لو لقيت نفسك محافظة على العبادة والطاعة لو لقيت نفسك محافظة على حجابك وعلى دينك وعلى تقواك في الزمن الصعب اللي إحنا فيه اشكري ربنا على الطاعة واشكر ربنا على الطاعة صحيح دي نعمة من النعم الكبيرة اللي لازم نحمد ربنا عليه اللهم لو لأنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا عاوز أفكركم أن في نوعية من الناس ربنا تردهم ربنا سبحانه وتعالى لأنه هم عملوا في نفسهم كده بيقول ولو أردوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كاره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين شفتوا كلمة كاره الله انبعاثهم كلمة كاره الله انبعاثهم معناها ايه معناها في نوعية من الناس ربنا برضو مش عاوزهم ربنا لا يريدهم زي ما هم مش عاوزين ربنا ربنا سبحانه وتعالى قال لك هم كمان ميدخلوش علي فلو لقيت نفسك في باب طاعة احمل الله عز وجل ولو لقيت غير كده ابكي على نفسك فإن الله سبحانه وتعالى بنعمته هداك وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لأن هدانا الله فاصل ونواصل ابقوا معنا ورجعنا لكم مرة ثانية ومعنا مدام تهاني اهلا وسهلا مرحبا ألو؟ أيوة؟ أيوة سماء عليكم عليكم السلام تفضلي فن حضرتك أنا تهاني مسعد مرحبا عايزة بس أتكلم مع الشيخ الحكاية بتاعت جزء ديته مش هو الواحده ده ثمانين نفر جزء كمالوي فن اسمه محمد فتحي محبوس في يعني قبيلة كده اسمها عبد الرقوف طارة قبيلة ايه؟ اسمها عبد الرقوف طارة قبيلة اسمها عبد الرقوف طارة؟ أيوة في ترابلس في ليبيا؟ أيوة وحاول انه ينزل مش عارف ومسكنهم بقى ضرب وبهدلة وإهانة ومش عارف أعمل وانا وصلت لروحت الغات ما رحت استفارة وروحت وزارة الخارجية وما فيش اي حاجة عنه خالص وما اناش عارف أهو عايش ولا ميز يا أنا عزة تقولي ان جزءك مخطوف عايوة هو مخطوف مخطوف؟ اه فهوة يعني فين اسألوا اللي ده توفه وبعدين عدت حاول اتصل وكده فعرفت ان هو محبوس في حت اسمها عبد الرقوف طارة دي في ليبيا فانا حاولت اجاتي والمبارح عند حضراتكم يعني عشان احاول اتكلم مع اي حد اوصل صوت الاي انسان في الدنيا يسمعني ما فيش خالص عموما اه دي المعلومات اللي عندك بس لا وحضرتك هو يعني اتصل علي بقال حضرتك اتصل علي وقال لي ان هو محبوس هو وثمانين نفر امتى اتصل بيك يا استاذة؟ حضرتك هو اتصل بي من حوالي اربع تياس من اربع طب ازاي مخطوف وعنده قدرة من ينزق تليفون هو جابه تليفون يعني زي ما تقول في السر كده وام حاول يرن عليه لما لقاني بقى طبعا هتجاني هنا ومش عارس اعمل اي وما ليش حد يعني يلف بورايا ولا حاجة وابيا مش معاي ماشي على العموم اه شكرا لكي انا انا في حاجة انا مش فهمها بالظبط لان زي ما انتم سمعين طبعا بتقول بقالها من اربع تيام مكلمها بالتليفون بقول لها احنا مخطوفين ولا محبوسين بقالهم اربع تيام بقالهم معا ثمانين واحد في الحالة دية احنا عندنا الملخص يعني ان في مصريين وضعوهم مجهول واحنا مش عارفين اخبارهم ايه في الليبيا فارجو من الوزارة الخارجية انها تهتم بهذه الشكوى الهاتفية اللي جات عندنا دلوقتي في البرنامج وانهم يعملوا اللازم او يشوفوا هل هناك مصريين فعلا مخطفين ولا محبوسين ولا موقفين لحد دفع شيء معين ولا عمل شيء معين ولا في جريمة معينة ولا خالفوا القوانين في حاجة معينة اعتقد ان من حقنا كمصريين ان احنا نعرف اهلنا واخواننا اللي هناك اخبارهم ايه وايه اللي حصل فارجوكم يعني تهتموا بهذا البلاغ وده بلاغ على الهوى لمن يهموا الامر او للمسؤولين عندنا في وزارة الخارجية انهم يجبوننا رد في هذه المسألة شكرا جزيلا مدام شيرين اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا سيخ خالد مرحبا يا فن سحرة فضل اه هو انا والدي متوفي بعله اربعين يوم لا يرحمه سيدي اه جانا في المنام ان هو من غير تفا هو بس انا انا في المنامات مش هتلاقيني بشرح منامات مش بعرف يعني لكن اه لكن اه شكرا جزيلا ليكي لكن هو الحياة اصل تفسير المنامات ديت المنامات ديت يا جماعة اه لو كانت رؤية فدي رموزها خاصة بالشخص اللي شاف المنام نفسه محدش غيره يقدر يشرحه محدش غيره يقدر يفهمه محدش غيره يقدر يفك الشفرة بتاعته لو ما كانتش رؤية يبقى حاجة سايكاتريك حاجة نفسية ودي بتحصل لنا كلنا والانسان عندنا بيشوف المنام حسب الحالة المزاجية والنفسية بتاعته حسب اللي خايف منه واللي عاوزه يعني فيه واحد بيبقى نفسه يحصل حاجة معينة اه بيشوفها في رموز مختلفة عنده في المنام ده حلم نفسي واحد خايف من حاجة معينة تحصل بيشوفها في صورة عفريت في صورة حد عاوز يدخل عليه الباب في صورة وحش او اسد جايه جمع عليه اه واحد عاوز يشوف اه مثلا كمثال عنده سر ومش قادر يخبيه عنده سر وعاوز يقوله لانه السر اللي جواه خطير في موضوع خطير فبيشوف ايه بيشوف ميت طلع من التربة الميت اللي طلع من التربة دوت الميت بيرمز الى السر انا بقى يعني انا مش بشرح ملمات بس بشرح لكم الرموز النفسية اللي في علم النفس الميت بيرمز دايما الى السر لو انت لقيت في المنام حد بيدخل التربة يبقى فيه سر بنكتمه او ما بنقولوش لحد او فيه حاجة احنا مكتمين عليه لان التربة هي القلب التربة هي القلب والميت دوت هو السر فالسر دوت بيرمز اليه في المنام النفسي بالميت ده مش رؤية ده ده حاجة نفسية هي سيكاتريك زي ما قلتلك فلو شفت ميت خارج من التربة او رجع للحياة او خلافه يبقى سر حيتزاع يبقى سر انت عاوزه يتعنن يبقى حاجة مخبيها جواك ومش قادر تكتمها اكتر من كده تمام لو انت شفت باب بيت مثلا الباب ده بيدخلع عليك او حد بيكسر عليك الباب يبقى انت خايف من قرار القرار ده حيعود عليك بضرر شديد او بعاصفة شديدة او حيفتح عليك باب انت عاوز الباب ده يتقفل وزي ما بيقول المثل كده الباب اللي يجي لك منه والريح سده معرفش واستريح والكلام ده دايما كده لو انت شفت حضرتك ان انت ماسك نجم او ماسك كوكب او ماسك يبقى انت حضرتك بدأت تحط رجلك في الطريق الصح في مشروعك اللي انت عاوز تعمله او في خطتك اللي انت عاوز تعملها والموضوع بقى في متناول ايديك بمنتهى البساطة ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اللي هو فيه زهقان من الحي اللي هو فيه زهقان من التصرفات الاسرة اللي هو فيها فبيتخلص منهم في المنام بالطيران او بخلافه فالمنام حالة نفسية بتجد مردودها او مدلولها من خلال الرمز اللي انت بتشوفه في المنام ابن سيرين كمثال واحد بيقوله انا شفت نفسي بأذن من فوق المئزنة الازن الله اجبر الله اجبر فقال له ايه قال له ستفعل فعلة تفضح بها بين الناس ومشي بعدها بساعة كده جال واحد قال له انا رأيت نفسي اؤذن فوق مئزنة المسجل اهو نفس المنام قال له ابشر ستحج عما قريب ستحج هذا العام اذكرنا في دعائك فقال له يا ابن سيرين ده واتشاف نفس المنام وده نفس المنام ده ازن وده ازن ففصرتم تفسيرين مختلفين ليه قال لهم اما الاولاني رأيت في عينيه شرا شفت رجل شائي فقلت له فتذكرت قوله وتعالى فأذن مؤذن بينهم اياتها العيرو انكم لسارقون ده في صورة يوسف يعني انتو سرقتم يبقى فضيحة ازن مؤذن واما الثاني رأيت في عينيه صلاحا وتقى فتذكرت قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميل يبقى المنام ده حالة خاصة انت بس اللي بتقدر تفهم بمعنى عشان كده مفيش حاجة اسمها تفسير منامات في الاسلام بمعنى ايه بمعنى ما هواش علم انما نوع من الفراسة نوع من الفهلوة نوع من بعض النظر الا لو كان بقى اللي بيكلمك نبي الانبياء كلهم بيعلموا تأويل المنامات لانه وحي بيجيلوا الوحي من الله تفسير المنام كذا 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 زي ما كان بيحصل ليعقوب عليه السلام وليوسف عليه السلام والاخوات يوسف كمان وكان بيحصل الكلام ده الإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام والسيدنا النبي عليه السلام كل الكلام ده كانوا انبياء بيقدروا يؤولوا المنامات ربنا بيقول وكذلك يجيت بيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويطم نعمته عليك يجيت بيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث التأويل الأحاديث اللي هو تفسير المنامات واضح أن المسألة مسألة خصوصية في الرؤية والمنامات لأنه الملك اللي في سورة يوسف لما شاف المنام وجاب كل الحكماء اللي في مصر عشان يفسروه قالوا أضغاصوا أحلام ومنحوا بتأويل أحلام بعالمين يعني المسألة استعصت على الفهم عند الحكماء عشان كده أقول لكم المنامات أمر خاص ولا يوجد شيء اسم تفسير منامات على الهواء مباشرة فاصل ونواصل ابقوا معنا ورجعنا لكم مرة تانية ومعنا العلامة العظيم الأستاذ الدكتور حسام موافي اللي ربنا ما يحرمنا منه أبدا أهلا وسهلا ومرحبا يا دكتور حسام أهلا يا شيخ خالد أنا بحييك يعني وبقول لك ربنا يفتع عليك لأن غالبا الكلام ده يعني أنت مبتولش بالسانك ده يعني ما شاء الله ما شاء الله ده فتوح يعني ربنا يستنعون لي طلب واحد بس يا شيخ خالد ما تزهقش منه الناس اللي بيهجموا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأئمة اللي بنتعلم منهم في أطفال صغيرين لسه أنا مش هتأثر بالكلام الفاضي والفارغ والتافه اللي بتقال لكن في أطفال ممكن يتأثروا هذا البني قادروا يتكلم على عمر وعلى الأئمة ما يقدرش يتكلم على رئيس الجمهورية ما يقدرش يتكلم على رئيس الوزرة بهذه الصفاقة والوقاحة فأرجوك يا شيخ خالد يعني في كل حلقة تطلع وجه لهم لوم ولوم شديد لأن ده حيكسبوا إيه إلا لو كان فيه مكسب آخر أنا معرفوش ولا حالة بتعرفوه إنما أنا بسأله حيكسب إيه في الدنيا من اللي بيعملوا ده وبقوا كتير يا شيخ خالد تمام يعني يا حبازة لو طلع حاجة تجرم هذا قانون يجرم هذا وإحنا بدلوقتي بنعمل قوانين لبناء مصر جديدة مش معقول مصر الجديدة دي تبقى قائمة على شتيمة الأئمة وعلى عمر وعلى أبو بكر يعني حرام عليهم يعني أنا آسف إن عطلتكم بس أنا مدأي جدا من هذا الاسلوب الجديد اللي مش متعودين عليه بنشاركك طبعا في شكرا لك دكتور حسام وبنشاركك في الامتعاض والأسف والحصرة والرفض لإنه الحقيقة زي ما بيقول الإمام العز بن عبد السلام كده يقولك لو سكتها من لا يعلم ننقضى الخلاف لو كل واحد مش عارف يسكت إنما أنا قلت لكم قبل كده إن في في الفارق ما بين المذهب أهل السنة والشيعة عارفين إيه الناس بيقعدوا يقولك إيه الإمامة والخلافة والإمام المنتظر ومعارفش إيه لا 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 خالص خالص كل دي حاجات سهلة الفارق ما بين المذهب أهل السنة والشيعة هو الشيتيمة إن أهل السنة ما بيشتموش الشيعة بيشتموا بس هذا كل قصة بس بيشتموا سيدنا أبو بكر وبشتموا سيدنا عمر وبشتموا سيدنا عمر بن العاص وبشتموا سيدنا خالد بن الوليد وبشتموا سيدنا عائشة دايما علشان كده انا عاوزك تلاحظ ان زيد وعبيد ونطاط الحيط وطبعا انت عارفهم واللي محتاجين ان انا اقول لكم فلان فلان بالاسم لا خلص زيد وعبيد ونطاط الحيط التلاتة معارفين كده وقفهم جنب بعض والتلاتة بيطلعوا في الاعلام وبانتظام زيد وعبيد ونطاط الحيط التلاتة موجودين كده وصد منك التلاتة كلهم بيروجوا نفس الكلمات اللي بيقولها الشيعة وبرددوها هل هي مصادفة ولا انتماء ولا كارف ولا تعاطف ولا ابديم ولا ما هتعرفش ما هيش مصادفة ان الشيعة يهجم عمر بن خطاب وعبيد او نطاط الحيط يهجم سيدنا عمر بن خطاب ان الشيعة يهجم سيدنا عمر بن العاص وبالدول بيهجم عمر بن عاص مش مصادفة انه بيتهجم صلاح الدين الايوبي صلاح الدين الايوبي طبعا ده اكتر واحد الشيعة الشيعة ممكن تتلك عليه جاز بس ما تجملوه صلة صلاح الدين الايوبي لاني تعرف صلاح الدين الايوبي انقذ مصر من انها تكون شيعية صلاح الدين ايوبي جيه اضع الدولة الفاطمية في مصر وقفل الازهر ساعتها كان ازهر مبني اساسا عشان نشر المذهب الشيعي وتحول الازهر اللي مذهب السن بعدها تخيل حضرتك فالشيع عمرهم ما حينسوا صلاح الدين الايوبي فمطلعين صلاح الدين الايوبي كل حاجة مطلعين فيه ايليم فيه كلام لا تتخيلوا طبعا زيدوا عبيدوا نطاط الحيط جابوا نفس المصادر بتاعت الشيعة اللي بيقولوها ورحوا نشرينها هي هي بالضبط طبعا الطار اللي بين الشيعة وبين عمر بن خطاب عمره ما يتنسي فيطلع لك عبيد او زيد او نطاط الحيط ويطلع ويقول لك عمر بن خطاب مش يعني ايه يعني عمر بن خطاب يعني يقول لك يعني ايه يعني عادلت فامنت فنمت فقتلت يا عمر طبعا بغض النظر عن تقل الدم فانا مش انا عاوز اقول لن الحادثة نفسيها حادثة لم تحدث في حسب الاسناد الرواب بتاعت عادلت فامنت فانمت ديك اصلا الحادثة ما هيش ثابتة من الناحية الحادثية على شان تخدها حجة على عمر بن خطاب رضي الله عنه ارضا وعموما عمر بن خطاب سيبقى رضي الله عنه يعني خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفاروق عمر بن خطاب الذي لو كان نبيا من بعد لكان عمر فانت عارف يا دكتور حسام انت وستاذ المشاهدين المقياس احنا حطينا مقياس عداد كده قلنا لك كيف تعرف الشيعي واللي كارف شيعة واللي متعاطف معهم او اللي بينقل منهم ما هم مصدر من المصادر وانت عاوز تقنعني ان زيد وعبيد ونبطاط الحيط فاهم حاجة في علم الحديث اذا كان هو طلع واحد منهم قال لك ايه قال لك فيش حاجة يسمع علم الحديث ده كلام فارغ ده يعني ده ده تهريك ده حاجة وهم في وهم ما فيش الكلام ده كله ننسف ونرميه في الزبالة ونقف عليه برجلنا كمان لانه هو مش فهم علم الحديث هو ما عرفش حاجة خالص عن علم علم الحديث علم الحديث ده هو العلم اللي اللي بتنفارد بأمة الاسلام عن اي امة تانية بالمناسبة يعني اي امة تانية ما عندهاش اه حاجة اسمه علم الرواية او علم الاسناد الامام سفيان ابن عيينة بقولك لو لا الاسناد لقال من شاء ما شاء تاني لو لا الاسناد الاسناد يعني ايه نزمة القول القائل لقال من شاء ما شاء فدوة الانفراض اللي عندنا عشان كده القرآن الكريم عندنا مضمون النسب مضمون التسلسل الاسنادي القرآن عندنا مجناش على سيدي روم اوعى تفتكر ان سيدنا جبريل جاب لك القرآن على فلاشة لا ده نقل من صدور الرجال الى صدور الرجال ايوا انكتب انكتب من صدور الرجال يعني كان اللي ما في الصطور ها دليل على ما في الصدور وما في الصدور حجة على ما في الصطور يعني لو كان تعارض ما حفظ عند الرجال وما كتب بيرجح ما حفظ على ما كتب فالاسناد ده والرواية ده علم عظيم جدا علم حديث فيه بقى انواع كثيرة من العلوم في الحديث علم الحديث علم متن الحديث علم رجال الحديث علم الناسخ والمنسوخ في الحديث علم الجرح والتعديل علم فقه الحديث ده ابواب الحديث اللي ترجمها الامام البخاري امير المؤمنين في علم الحديث اللي هو البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل العنوين بتاعة الابواب بتاعة الاحديث تتدرس كفقه يعني هم بياخدوا منها فقه خاص اسمه فقه تراجم أبواب البخاري رضي الله عنه أرضاه أصحي كتاب بعد كتاب الله عز وجل فالحقيقة هذا كلام علم الرجال أو علم الإسناد لا يعرفه من جاه له محدش يستطيع أنه يخط فيه طالما هو مش فاهم ده إيه بيبيعوا إيه كانوا شغالين إيه علم الإسناد ده تقولت لك أنه إن إحنا نعرف مين قال إيه وإمتى والمين وإزاي وفين والصفات اللي بتتقال على الرواه ودي على فكرة مش متألفة من دماغ الناس صحي ومنهم عملوها كده لا ده علم الإسناد ده هو ربنا اللي أمر به في القرآن بيقول يا أيها الذين أملوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لو عتفتكر أن كلمة فاسق معناها عاصي فاسق معناها خارج بنبأ فاسق بنبأ يعني خارج عليكم لأن الجامل فسقت النواة يعني وحد طلع عليكم خبر فتبينوا ولذلك الحاجات اللي بتخرج من الشاء زي ذي الخنافس أو السرصار أو معاوش إيه اسموهم الفواسق الفواسق مش العصاة لا الفواسق إنهما خرجوا خرجوا من الشاء هذه معناها الفواسق فكلمة فاسقة جاء من فعل فسقت النواة فسقت النواة من الطمرة يعني خرجت عشان كده أطلق لفظ فاسق ده على العاصي وعلى الكافر وعلى المشرك فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففاسق عن أمر ربي فاسق يعني خرج عن طاعة الله أو عن أمر الله سبحانه وتعالى المهم ربنا قال إن جاءكم خارج واحد خرج عليكم بنبأ فتبينوا إنما ما قالش رد الخبر فكلمة فتبينوا هو ده بقى يا مولانا علم الإسناد فتبين قاله ولا لا الأمر التالي بعد ما تتبين إنه قاله ولا لا بتتبين المتن نفسه المحتوى المحتوى بتاع الموضوع هل هو موافق صحيح لصحيح القرآن والسنة وكلام سليم ولا مش كلام سليم بنطبقوا بالقرآن ونشوفوا منطبق للقرآن ولا لا بس بمنتهى البساطة أدي معنى إن جاءكم فاسق بنبأ إن فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة أنا عاوز أقول لك أول واحد طبق موضوع النواية دوت عمليا سيدنا أبو بكر مودال فرق من سيدنا أبو بكر والناس السكة الناس السكة إليك ده كلام يدخل عقل بقى ده كلام يدخل عقل على طول بقى ده كلام يدخل كده وهو مش فاهم زي ما شرحت لكم بارح الآية اللي هو ما أرسلناك إلى رحمة العالمين عاوز يوجد خناء ما بين الآية وما بين حديث بوعسته أنا والساعة بوعسته بالسيف بين يدى الساعة وجعل رزق تحت ظل رمح فأقول لك تبدأ ده أنت القرآن بيقول وما أرسلناك إلى رحمة العالمين وده بقول لك جعل رزق تحت ظل رمح لأنه مش فاهم فعمل خناء ما بين الحديث والآية فرفض الحديث وشتم البخاري وشتم الرواية وشتم علماء الحديث وبقت هيسة هيسة مع أنه بيقولش آية صحة مع أنه هو الشخص نفسه والله العظيم أقسم بالله باعد أسمعه ده حتى في سورة الرأيت الذي يكذبه بالدين بيقول على الآية فويلو للمصليين ده كلام فارغ فيش حاجة اسمه فويلو للمصليين ايه يعني واحد انشغل عنده ظروف ولا عنده حاجة ما صلاش ايه يعني حزان ليه تحطونه ويلو للمصليين وليه تخوفونه وتقوله ليه يسرح في الصلاة العود اللي قال اللي يسرح في الصلاة العود فيه شيخ ولو من موزنبيق قال اللي بيسرح في الصلاة العود هو افترض وعام على عم نفسه إنما تعالى بص حضرتك فبيقولك ايه فأي واحد يقولك أي واحد يقولك آية قل له قل لي قبلها خمس آيات وبعدها خمس آيات على طول عشان تعرف سياق الآية وهو رح جايب وما أرسلناك إلا رحمة العالمين ولا قال قبلها خمس آيات ولا بعدها خمس آيات لا حول القوات إلا بالله يعني ما تنبقش القانون على نفسه لا ده جاء على صورة المعون وعاوز يقنعك إن دي نزلت في الكافرين مش نزلت في المسلمين فبالقرأيت اللي يكذبوا بالدين دي صفات الكافر فذلك واحد ادنين تلاتة اربعة الله هو ربنا حيلوم الكافر على إنه ربنا بيلوم الكافر على إنه ما بيأكلش اليتيم هو فيه بعد الكفر زم هو ربنا حيلوم الكافر إنه هو سهي عن الصلاة أنا مش عارف التدليس اللي بيجيه ده يعني ده لو أرى ميكي كان حيفهم الصورة إنما هو جانب هو بيتكلم الراجل مفسر ومحدث وفقيه ومحلل استراتيجي وفهم الدنيا وعمال هايس عارف معجنة زي ايه فار رميته في شوال أمح عمال يطير الرجل مش بيصدق لقى نفسه في وسط وفي غفلة من في غفلة من المؤسسة الرسمية الدينية الأستاذ شكرا معميرة بتاع التحاد الإزاء والتلفزيون الرجل شكرا معميرة معروف بتاع التلفزيون المصري إيه كان مسك رئيس التلفزيون بيقولونه إيه أخبار قناعة الأزهر إيه قال لك يسأل عن هذا شيخ الأزهر ويسأل عن هذا الأزهر مش دعو فالرجل غسل إيديه قال لك أنا مليش علاقة بموضوع خالص قناة الأزهر مش تابق خلاص يعني يسألهم عن ذلك يعني فيه أسماد إحنا ما نعرفهاش وأنا بعترف على الهوى أني ما بعرفهاش أني الأزهر ساكت عن مواجهة هذا الهراء لأنه وصلنا إلى لعب عيال أني واحد يتكلم لعرف إيه رآية والعرف نحو والعرف حديث والعرف تفسير والعرف فقه والعرف حاجة إنما جاي بوقع بشكل مقتضب يشتم في الرواه الإمام البخاري كدام الإمام ابن تيمية سفاح عمر بن الخطاب مكان شواو ورجل سلبياته كتيرة عكريمة ده كان رجل كدام أو انتاجه ونصاب الحديث كلها كلها لازم تتحط يعني في باسكت التراث لازم يتحط تحت رجليك وتقف عليه وتردمه وتدمر التراث ميش حاجة اسمها تراث صحيح واحد عاوز يدمر تراثك وعاوز أنتو زعلانين من داعش أنه بيحطموا الأثار يعني زعلانين من داعش أن حطموا تنسالين تلاتة طبعاً الكلام ده مرفوض وإحنا رفضين هذا الكلام واللي بيحطموا هذا التراث التماثيل ما فهموش لا التراث ولا الدين لكن أنا عاوز أقول لك إحنا عندنا زيد وعبيد ونطات الحيط ليل ونهار عملين شغالين بنظام تلبيس إبليس تلبيس إبليس عملين يحطموا في التراث بتاعنا ليل ونهار بيحطموا في كل التراث وزعلانين على تمثالين تلعوا جبس في النهاية التمثالين طبعاً إحنا زعلانين لو كانوا أساريين اعتداء على الأثار واعتداء على التاريخ واعتداء على الحضارة ونرفض ونحتاج وربنا سبحانه وتعالى هو اللي ساب الأثار عبرة وعزة عشان نتعلم وندرس تاريخ السابقين ربنا يقول وسكنتم في مساكن الذين ظلموا نفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وبعدين فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم فربنا كان دايماً بيسيب البيوت وبيسيب الأثار علشان اللي بعديهم يتعلموا حضارتهم وامتدات تراثهم وتاريخهم صحيح كلام ده في القرآن الكريم وعشان كده عمرت من العصرة دي لعن أرضها لما جيه مصر محطمش الأثار ومحطمش اللي كان ظهر منها يعني حتقول إن فيه أثار كانت مردومة أثار بس كان فيه أثار ظهرة مش معقولك كل الأثار كانت مردومة فجأة عمرت من العصر جيه لا الأثار مردومة ده نفيش كنيسة كنيسة واحدة هدمها عمرت من العصر مش هقولك أثار وطبعاً دول صحابة فإحنا مش هنيفها مكتر من الصحابة يعني إيه وعا تقنعني إن داعش دول بيفهموا في الدين أكتر من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه إنما عموماً إحنا عندنا ناس عمالت حطم في التراث ليل ونهار وبشكل أصبح شكل مستفز وبشكل واضح الاعتداء على ثوابت الدين وعلى ثوابت الشرع وعلى ثوابت العلم فأنا عاوز أقول إن إحنا متميزين بإيه أصلاً بحاجة اسمه علم الإسناد فلما يجي فلما يجي يفصل القرآن غلط ويقول الآيات غلط أو حتى هو بيقرأ رأيته الذي يكذبه بالدين كان بيمص من ورقة يعني والله العظيم يعني ما هواش مش حفظه حتى رأيته الذي يكذبه بالدين رح أقيلها كالآتي كمان وهو بيبص من ورقة قال قرأيته الذي يكذبه بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فهيله للمصلين الله أم الفين وانا يحض على طعام المسكين سايلان أم الفين بقيت للصورة إذا كنت أنت بتشرح للناس فإذا كنتك كذوباً فكن ذكوراً يعني خليك باصل يعني ذاكر المادة قبل ما تقدمها للناس وقبل ما تقنع الناس بإن هذا الكلام فإيجاد التناقض ما بين الحديث والآية ده شغلانة بتاعت واحد يعني 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 بجد يعني لعب عيان ما هو وش مش واحد عاوز يحرر عقلك ويحرر آآ فكرك إنما واحد عاوز يحطم تراثك ويحطم معتقدك ويدغدغ ويخص ويكسر كل سوابتك علشان هو حاقد على التراث أسبابه إيه أنا معرفش الله أعلم بالأسباب الشخص نفسه مؤمن ولا مش مؤمن ما يخصنيش يعني ممكن يكون مؤمن وطقي وصالح ومن أهل الجنة وفاهم غلط يعني أنا ما همنيش الشخص نفسه أنا همني اللي بيعمله اللي بيعمله ده خيبة وسكوت العلماء عليها خيبة وبقول تاني ومش حزهق يا رجال الأعمال ربنا حيحاسبكم علشان ما انتوش قادرين تعملوا قناة تقدر تقف قدام الغساء والطراش ده يا رجال الأعمال حتتحسبهم يوم القيامة يا مشايخ حتتحسبوا يوم القيامة عشان انتو سايبين هذا الهزل وهذا الهراء على الناس وعلى أسماع الناس أعتقد اني بتكلم أهو عشان أسقط مسؤوليتي بينادي الله ومش حنسيبهم أبشروا أنا شخصيا والله ما حاسبكم يا زيد ولا يا عبيد ولا يا مطط الحياة مش حاسبكم وحتلني وراكم ممكن تشتموني ممكن تهجموني ممكن تطلعوا علي شائعات اعملوا ما شئتم عرض الفداء لهذا الدين ولعلم الرواة والإسناد رضي الله عنك يا إمام أبو خاري رضي الله عنك يا أبو خاري وإن كره الكارهون رضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عن كل علمائنا وساداتنا من العلماء وأهل التنوير والفكر صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة